كل يوم كيف هي التكنولوجيا اتحللنا مشاكلنا بيش نبدو بزوز مواقف اتنجم وتعيشوهم يوميا والجادجت تكنولوجيك متاع اليوم ينجم يعاونكم فيهم يا حسرا كي كان عنا غذي ما تام خصص يبدو على التابل الدني بحديك ويصبحلك بالغنية في بلاسته ألارم ترعب أم بلوس هاي كعبة التوش كان مازل عندك نوم اتنجم تسنوزيه معناها الدهدس بيدك وعينيك بريسك مغمضة ومازل عليهم كوش دعماش للي تخلط للتوش الكبيرة وتسكتو بش يزيدك ربع ساعة نوم توا عندك البرتابل اللي يقول لك لازم تبيتو بعيد على راسك كان ضرب لازمك تقوم تسكتو وتحل إكرام وتلوج على التوش في إكرام قد طرف النوم دجاه رب الموقف الثاني كتدى محمل بالقضية خارج مسي بير مارشي ويجي كابت أوبا التليفون فيجي بدخليني والقعم مصخة والكورونا الدور تقرب الكرهبة تحط الساك فوق الكبوت تكاليه ببدنك وبيدك اللي في ذات تحاول تجبد التليفون أما جدي بصغير والساك الاخر بدي يقصلك في سوابعك حيتي ترني المرمى في القع وتمد التليفون يسكت غادي رد بالك تعفس الساك القاد جيت متاع ديوم هو بيدو متاع البارح يحل المشاكل هيدهم نهائيا لسما قد شو جدد أحسن كومبليمول تليفونك ضرب للارم الصباح وانتي تحت الملحفة ومحمل مخدة سكرها من المونجلة ديريكت جاكا بيل وانتي محمل بالقضية ولا وتليفونك تحت أربعة طبقات تبش في الشتاء خوض لابيل من المونجلة وجاوب عن طريق الميكرو انتغري اللي في السمارت ووتش وانتي تجري واللي كوتور في وظنيك بدل المرسوم المونجلة الى آخيره السمارت ووتش فريما والد سمارت ومعادش مخصة لنوتيتي كاشيان ولفيتناس قهو السمارت ووتش بيش تعاوز ساعات التليفون تنجح اشتركوا في القناة 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 والمهاجمين اشتركوا في القناة 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 حلوة اشتركوا في القناة 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 يتمسخ برشا لدين كيكلوها فقررن يحطها في باتوني بكل بساطة والباتوني اللي استعملوا وقتها كان ان روتان ولي جاي من مدى غشقر والروتان هو النوع يخذوه معناه من خل ولا من قصط يعني انت والماده لذلك رمم في السيسات والبعض اخذت اشكال والوان احنا عايشين ونقفوا في الفيروج وما تكيفش هاي يناس حاضرة مرحبا بيك يناس كينا نحكيولها على حاجة لا لا يناس جي تخلت على زوز ثلاثة اسألة كاني هاك نستعمل شرح شوية يناس نتصورها ما خلتتش على حلوه سجوكو حلوه سجوكو خلطت على حلوه سجوكو لا تعرف سجوكو تراسيتك ما خلتتش عليها هكيت تبدأت عالوين هاي سيبوا هاي ما خلتتش ما خلتتش ما خلتش ما خلتش مولودة تسعة وثمانين تنجيب هاي يناس يافا افوترافيك يافا افوترافيك عسليما ومرحبا بيكم على يافا ام في تونس فما دخت في شرع الجزيرة للجين من بيب بحر الحركة بدت تتعطل في شرع محمد الخامس في تجاه الباساج وفما زيد اكتذاذ على جيبينو في نيفو عينزاغوين في تجاه المرسع الحركة بدت ترزن في دخلة العوينة اللي جايين من لك دو على القنترع فما مبطياج على جيبينيس من جيهتين نيفو برج لوزير والحركة معتلى على اليكس دو اللي جايين من حي الخاذرة في تجاه المنزه إذا اختبدي في خارج التونس جنوبية ملو طغوط أعان نيفو ديبوز في وعا جيبيني فما اكتذاذ نيفو ببعليوة فما زيد اكتذاذ على جيبينيو نيفو الشرقية في تجاه حي النزهة فما مبطياج على طريق الوطني عدد واحد نيفو محكمة بن عروس في سفيق سفاما تعطيل في شارع فرحات حاشت في تجاه جيبينيس سنوع الحركة تبقى عادية في بقية الولايات نشكرو كل من يتفعل معنا على الجروب فيسبوك يا فيما فوتخافيك اللي عندو معلومات هم الكاييس سناجم يكلمنا على ثمانيا وخمسين خمسة مئو خمسين سبعمية واحدش إنا نرجع لكم بعد نصايف ساعة سيسروحكم في الكاييس وطريق سليمة للناس الكل موسيقى موسيقى 14 سبتمبر انطلاق البرمجة الشتوية لإيافام السبعة متعة السباح تبدأوا نهاركم مع رفيق بوشناق وبقية أرمادة الرافماغ البرنامج السباحي الأول في تونس أصل لحكاية تسمعوه للموسم الثاني على التوالي مع زينب كل عادة موعد الأمل والتفاؤل مع مدام ليلي وجديد مفاجأة الموسم وجيه الجندوبي متسعون ونص نص نهار برشا ضحك وبرشا ضمار على إيافام أحلى غاتيو موسيقى 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 مرحبا بكم الأخرى مستمعين هذه راسينكاري عبستار عمامو جميل الشيحي شدي عرفاوي سوس المعالج موسيقى 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 كليمة صغيرة كنت قبيلة في مدينة الثقافة في فم تكريم للأديبة الكبيرة عروسية نالوتي وهو من تنظيم منتدى الفكر التنويري التونسي تحية لها محمد الماي وحذرتها كمحاضرات شايقة على الأخر وبعد شوية بعد المحاضرات فم عرض الفيلم وغدوة زيدة مثلثة مواصلة للتكريم الأديبة الكبيرة عروسية نالوتيفولة حبها برشا خطرنا دجا خدمت لها مسرحية مع سي محمد دريس المسرح الوطني زينب عن ريويت تميس وشاركت زيدة هي مع سي رفاد الجزيري في كتابة ثلاثون في كتابة ثلاثون بربي يحطونا هل يسير الكلو في مدينة الثقافة أون أفاق مش أنو الناس مش أنو الناس تشوف تبش نتفرج المسرحيات ذات المحتوى فما فاج مدينة الثقافة تهبت كل يوم يعني ماذا بنا هناك بارتاجات وفازات يعني الناس مش تشوف الأودابال هذهم اللي يجيوا والمحاضرات يعني استثارة هذا اللي يرتقي بالمحتوى وبالعباد وبالناس والناس اللي تحب تشوف هذا الكلو يعني هو فما كوميونيكاسيون فما خدمة فما خدمة فما كوميونيكاسيون لحيطة مع تفريق اتسال قاعدة يخدم أمرا وسيني انتي ما تتحب تحكي على حاجة فيك كمية المشكلة انو الكم متاع الشايد اللي شوفوا فيه هو اليرادئ جدا لدرجة انو ساعاتي حلوب يتغى حدية حاجة تقعدة تتخدم في مدينة الثقافة فما أعماله فما أدبه فما الشعر حضرت المسرحين متاع شايدلي وانا حاجة ممتعة بش انكترا حاجة في المستوي ذاكة واكيد انو ما شوفتش انا اعمال الجبال الساسي وغيرو فاكيد انو فما اعمال امشي وشوفوا لانو التباعد الاجتماعي والبروتوكول الصحي موجود محترم في مدينة الثقافة دونك امشي وشوفوا المسرح اللي استحققه عندنا بربجة شارلا تبدأ من ملوكات اكتوبر حتيش لدوز هاي بش نجيب وعد كل شاي بش نختمولها هني واحد من ملوكات حتيش لدوز اكتوبر عروض وجديدة زيدة يعني اعمال جديدة منهم ذاكرة يعني الصباح بزويتة وعلى الدين ايوب وبقديدة هي بشتفتها تح التظاهر هذي اللي سميناها المسرح في زمن الكورونا قطب المسرح بش ينظمها فهمتني هنا قاعدين نشتغلو وندخلوها في البروباجندة متاحها في اليمنك القادم يلا نمشيو الروك الجروب هيدا تكون في 1990 اصل الجروب هيدا من اسكس في بريتانيا مكون من كيت فلينت اللي كان على رأس الجروب قبل ما يلقاه ميت في داره في مارس 2019 ومعاه ليام هاولت وماكسيم ريوليتي اليوم قاعدوا كان ليام وماكسيم اللي يقرروا بعد وفاة فلينت انهم يواصلوا في المسيرة متاحهم من غير ما يفكوا الجروب متاحهم اللي وصل الأكبر شهرة ليه في التسعينات وقت اللي كانت الميزيك إلكترونيك زلتفال وتعرف زيد الجروب هيدا بالشو متاحهم في الحافلات والدانس متاع البيك بيت دا يغنلقاوا أنه الجروب هيدا هو أكبر فوندور ديسك في تاريخ الرقص عندهم دي مخصوم معرفين برشا كيما تشارلي ليه أول سنجل ليهم أوتوف سبيس فودو بيبل وغيرهم برشا دي جروب قده برشا جوايز مثلا ربحوا امتي في فيديو 3 مرات وميوزيك آورت خمسة مرات في الامتي في يوروب ميوزيك آورت والجرامي آورت سترشح ومارتين سان جران جران جروب سخطو في الإلكترونيك واللي هو عنده معناها في التسعينيات خذيه أنه برشا بيت بعد يزون غبخيه كلك فخاز زيدا منه مش عاملوا غنياتهم عندي الأكستريمة شهور ياسر لكن قبل شكون الجروب بينك فلويد بينك فلويد لا خمامش أنا سؤال شكون ع بينك فلويد برح يغيبتك يا أنا استاذي يجيوب علينا يجيوب علينا تسعينيات قاعدة في بلاست أناس لساني متاع الميزيسيين معرفتهم مش داك ماني هوش غروب 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 عندكم فكرة شخصينيات أسمعوا الأكستري يلا هذا الأكستري ماني هوش غروب لا 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 بحراتة لسانية ماني هوش غروب ماني هوش غير ماني هوش غروب ماني هوش غروب يسر الكترو هل كانت تختص نينتندو أول ما تم تأسيسها؟ ما تعرف أنه مثلاً فما شخور؟ نعرف أنه ماركة شهيرة متاع تليفونات كانت تختص في بايع الخضار رغيره والغلال ونفس الاسم القارد ماذا أنا سؤال؟ نينتندو ما كانتش في الجو إلكترونيكة؟ فيش كانت مختصة؟ المخابرات لا إنه مختصة تبيع الشيش من مخابرات تجسس قبل نينتندو الإلكترونيك هذه هي تبيع الروز تبيع الحرير تبيع حجم العديد تأسس من سنة 1889 يعني اليوم عمرها 131 سنة كانت هالباز شركة اختزانال اللي أساسها اسمه فوزا يرو يوماشي أول ما أساسها الفكرة هذي كان أنو يحب يتور الألعاب دونك فيش كانت مختصة ألعاب البوبي ألعاب الألعاب اللي احنا تعودنا بهم إذا كانت تأخذوا لجو تسوسيتي سكابلو شترانجو أولو أسهل الحاجات كارتا أوراق اللعب لجو تكارت كانت الفكرة أنو يبيع ترافير الشركة متاعو ألعاب متاع ورق هو اخترحهم وسماهم هانوفودا الكارتا هاو في الدار هانوفودا هانوفودا الكارتا هذي عارفت شهرة كبيرة في اليابان ناس كلو اللي تشري فيها الشي اللي خلى الشركة تكبر بشوية قبل ما توسع القاعدة متاحة قاعدة دي ما تخدم في نفس الاختصاص حتى قرر ياموشي أنو يتقاعد في 1929 ويخلي بوقاتو لنسيبو نسيب هذا هو اللي خامم أنو يمشي دي ما خشيش دوت في بلدات أخرى جاي بعضو ولدو اللي هو الحفيد متاع ياموشي وتخل بالشركة الليفل آخر قاعد الحفيد هذا اللي هو يخدم حتى وصلنا من الحفيد الحفيد حتى 2003 في السنين هذي الكل نوع الأنشطرة بتاع الشركة جرب كل شي من بيعان الروز كما قلت أنت على ستة والتجارة بسيارة التاكسي الروز لكن أنا شبيك الروز عن الروز لكن أنا نحكي على الروز عن الروز مثال تحب الروز ولا الروز ايه مش مشكلة تقول له كثير وقتل كان عندك روز كان ما عندكش الروز بسيارة التاكسي إدارة بتاع السلسلة فنادك أما ما كانوش ناشحين الأنشطة اللي مشالهم ما كانوش ناشحين كما الألعاب في 1959 صحت الشركة معا ديزني اللي بموجبو تولي نينتندو عندها الحق تستعمل بخسوناج ديزني ربحت الشركة بارشة فلوس بعد الشراكة هذي ودخلت للبورسة في 1962 في الأخر اقتنع هيروشي إلي الألعاب هي نقطة قوة الشركة 1970 كانت السنة المفصلية في الشركة اللي خرجت أول كونسول دي جو في العالم أول كونسول دي جو ظهرت في نينتندو 1970 نحكيو عالكنسول اسمها أوديساي ومن وقتها بديت توجه التكنولوجي للشركة كي جيت البلاي ستيشن بعد بدت نينتندو تطفى شوية على خاطر اللاعبين مبهروا بالبلاي ومعادش نينتندو هي اللولة في السوق أما كمان ما سلموش رجعت نينتندو فين واربعة اليابانين طوة وقت اللي خرجت للسوق المنصة المحمولة نينتندو دي اس وبعدها ديركتما خرجت لعبة الوي بخلاف الكونسول بتاع نينتندو ألعاب الفيديو زيدة كانوا ناشحين برشة نحكيه على بوكيمون ولا شخصية ماريو اللي تقعد أيقونة إيقونة نينتندو شخصية ماريو عرف تطور كبير نحكيه عليه في سوائل آخر مرة جاية الحاجة هذي اللي نشدوها لشركة نينتندو هي مثال بتاع قصة نجاح عمره أكثر من مئة وثلاثم سنان وقصة حب زيدة كبيرة برشة بين ماريو والبرنسس لنا حياتي كاملة عديد صغري كل نلعب وعمره لمشيلا للكسر اخلطتها البرنسس وانا جلو سيطة الاجياء للقاذبة قلتوا هنيوني على ماريو البرنسس ماذا اسموا البيترانية الاخيرة اللي معه ماريو يلبس بالاخضر ماريو يلبس احمر وزر ايه لويجي ايه لويجي ايه اما معه ماريو ما نشوفه حدح تاري شكول تلط على تاري حانيا يعينا إليتم اللي العبدو ما ما العبتم بحسو هم زى كاملة نقرا في المطالع يعني نكثر اياه هذا هيا خبتك نحن صيح في الصيف في الصيف اللي يرحموا في نائز روسيا ناخذ اللي يرحموا ناخذ من عنده ناجيب بحفوظ وفاما واحد اخر زيدة بحده اللي هو في الدخل زنقا في الحوم غادي زيدة في الدباغين نبدأوا نتبادوا الكتب ومبيوع ونعودوا نحن 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 ن نحب نسلك حاجة، انت في الصباح، اتدخلت مع الرفماغ على الصباح، اشنو بيش تقول يا با؟ قايم من خمسة عصباح بيش نتدخل، وليل كاملة بيت نحلم بالتدخل هذك وشنو؟ عشاريو بيش تعبيه، بليش؟ وعدك وقت معين، وانتي والكونديسيون فيزيك متى عشاريو بيش تعبيه؟ تعبيه بيما لذة وطاب يا جميلة، وابدا عبي انتي وقوتك أختي، في وقت معين أسمعنا تخيل فيك انتي تجري بشاريو ويصوروني، وحق الرحمن والله، بيت صالة أول حاجة، بيت نوم ثانية حاجة، وثلاثة تلفز مع بعضهم، وماشينا لفي ايش نو حكيتو داي؟ منا جمش نحكيلك، أخوي ومتلزنيش أخوي لله، في أكتابر، في شهر أكتابر، تتفهم بكل شيء بيت باعب شمسلك على حاج؟ ساعة ثانية ساعة ثانية اسئل، 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 ما نضوي لك شرا؟ شاريو، وقت معين، وعب اللي تحب أتا نفهم على شو يحكي الشيطلي، أه؟ البارة حكينا على مغازة سيرفينتس في الجزائر، شكونيخ اللي قعد دربعة سنين في مغارة في الجزائر بش كتب واحد من أشر كتب في التاريخ، مغارة، مغارة سيرفينتس سيرفينتس هو اللي يكتب ساسمورة، أو هو اللي يكتب دونكيشات، مغارة سيرفينتس قعد دربعة سنين في مغارة في الجزائر، مغارة في القرون الوسطى، بش كتب واحد من أشر كتب في التاريخ، في القرون الوسطى، هو عاب برحمل مخالبي، هو ابن خلدون، عاش مبيني، في قرون الوسطى، بش نعرف هو ألف وثلاثة مياه وثنين وثلاثين، ألف واربعة مياه وستة، مؤرخ طولت في تونس، أما تنقل بارشة بين البلدان، المقدمة اللي يكتبها كمقدمة لكتاب العبر، الاسم الكامل للكتاب، هو كتاب العبر وديوان المبتدى والخبر في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من دوي السلطان الأكبر، كتبها هو في مغارة في الجزائر، وتحديدا في فرندا مدينة فرندا هي مدينة تابعة إداريا لولاية تيارة المعروفة قديمة باسم تيهرت، تبعت 340 كم على العاصمة الجزائر غربها، وفيه تقف مغارة عبد الرحمن بن خلدون، اللي كانت تعرفت باسم مغارة بني سلامة، قلعة بني سلامة، المغارة هذه الشاهدة لليوم على حدث تاريخي مهم في العلوم الإنسانية، نحكيه على كتاب المقدمة لألف بن خلدون بعد 4 سنين من الاعتكاف فيها، ما بين 1375 و1379، تتألف المغارة من مغارة رئيسية فيها كل بيوت الصغار، والمؤرخين يقولوا أن ابن خلدون اختار البقعة هذه بش يتفرغ للكتابة، مش على خطرها مزيانة، أما لكونها تطل على سهل اسمه سهل التات، اللي كان ممر رئيسي لبرشة قوافل للعرب، والبربر، هذه صورة المغارة على باجي أفهم، كانت الحاجة هذه تمكنوا من التعرف على أخبار الناس والحكام، ويراقبهم، وينجم بحق أنه يعمل دراسة للظواهر الاجتماعية للمغرب الإسلامي، كمل ابن خلدون المقدمة في العام الرابع من إقامته في المغارة، هل كانت معناها تلهمه بحاجة المغارة؟ لا، هو يظل، حسب رأي، هو الستوريك نتاعه وتنقلات نتاعه وعماله السياسية، هات مكيفيليك كوميليتي، هرب له هديك وانه ما كيفيليك فسر الشيء، هات مكيفيليك، ايتيه مكيفيليك، اقتلات خصومه، ايه، ياخي موش خصومه، الشي اسمه هذه الوزارتين سيني من الخطيب، بعث له، كراهم سكين ضربطووا الحيوت وطردوهم وكل بقعة وكل شي، بعملوا 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 قالوا إيجا حذية للاندلس معنى زي ضايف قلبي قلبي معنى نحاهم الوزارة وشد هو الوزارة بتاع بني الأحمر معنى إليه ويغضو بعلملك هذي يهرب منه ويمشي للاخر عدوه مبعدش يرجع له بعد ما يتصالحه وإيه بيسوا إيه يا عب ستاة مكني ذهول يقال عاديك خبا بيها معنى صعيب الوصول لها ومبعدش رجع له أصله قال رجع له أصل علم تعلم التحصيل انتها لابي وبدأ وقت هاي سوف نوامي هل تتذكر أكثر الرجل السياسي ذو التاريخ الكبير والمؤرخ والمؤرخ ولا السياسي اللي حب بكل الطرق يوصل على سيفان بوليتيك اللي نفكر اللي قاعده طوان سباركي تفكره هو المؤرخ ووضع علم العمران البشري العلم الاجتماع العلم الاجتماع أما عبد الرحمة المخالدوه طوى مثلا برشا ناس وقلت حتى خدا مع بيت قلت راج سياسة يسايب هات فيك عبد الرحمة المخالدوه قاضي فقيه متشددد كنتشوف الأحكاية ممتعة وتتفجع تقول مش هذا اللي يحكي في العلم الاجتماعي متشدد متشدد صيفة غريبة متصوف ما يعفوش لمتصوف سامحوني هو انا ننتق فيه ابن خلدون شكرا سي صالح بيزيد يعني هو هل هو هو تشابه نفس الاسم ولا السالح بيزيد الصحفي الكبير يعني نحييه مهما كان الشخص الصحفي ولا المستمع خلينا نكاملوا نحييه الراجم يا وجد تحييه للصحفي الكبير سي صالح بيزيد سي صالح بيزيد ابن خلدون ابن خلدون معقل الزعيم فما دار عربي قديمة شو معقل الزعيم؟ في ناش تربة البيت 33 ناش تربة البيت فما دار يتوت الخارطة الخارطة الارث اثرية مع الوطن التراثة تابع الوزار الثقافة المشهور المشهور انه طولت فيها عبد الرحمد بن خلدون لكن مش في الشكل هذيكه بالطبيعة تبدلت تبدلت ماذيكه مخطرس وطولت غادية تونك هذيكه اللي في 33 ناش تربة البيت هذيكه كان داروه 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 نبوه قاضي وجده كان قان والليوم هي تابع الوطن التراثة سمحني عليش مش متحف اذيك؟ متحف بن خلدون ايجا نقول لك يا اخي ايجا نقول لك ابن خلدون لي مع الناش تبش متاع ايه ناش منرقاه لي معنى بوردير اما فما ناس عاشوا معانا وماتوا في الستينات بنتو خريفو مادرات بنتو جيت هاي حيه وتسمع فيه جيت للدولة قتلم هاي دار ابي كما تقول ايجا عايتلو ابي مهي هاو دار ابي وهو اثيف ابي وهو حويجو معطاه ربي والمكتبة في العلي والدار موجودة رموها خطر ما في حاليش وخذوها مبروكة حاجة واحدة بتباعات تحطوه بلعكا وتحطوك تقريب حال ثمانينات تقريب حاليش تقريب حاليش تقريب حاليش عندي نفس المثال اللي هو مرة في نهار منهارات عملت حلقة للرسام الكبير زوبير تركي وجيت بنتو كأنفتي وقتل رانيان عندي داتوال تاع زوبير تركي اللي كان ينتمي المدرستون وكان عندو معناها الوحيد اللي كان يرسم في المدينة الوجوه كان اختصاصو تقريب وعننا داتوال ياوليدي راو داتوال بشتهلكم راو فندي را ما عندي شو نحطهم خذوهم حطوهم في متحف غدوة بعد غدوة بعد عامين بعد عشرة سنين نفس الشي نفس الإجابات ومش هوا برقة فما رسام اخر توفى دار نيرمو عندو دارو درا قداش فيه من يعني فما يذلي عشرة هكتارات ولا عشرة هكتار نسيت اسمه هو رسام عايش وحده فهمني يزنتهم المرجعين نذاشة واسمه فهمني لوحات ودني يعني وعتاه دارو والفضاء متاعو للدولة ووزار الثقافة التوا خاربة يسرقوا فيه قتلك نجيت مقابلة داري دار بن خلدون وليت خربة مش لاهم بها معهد التراث قريب الطيح ملعش أنا عند سنوات مزورتهيش انتو كشي اسف ها لكن هو كقاضي عب ستار عليش كان متشدد هو كفقيه لأنه هو مكتعد ذقيه مالكي كمشى المصر باعتبار انه ولا قاضي في مصر القاضي المالكية في مصر والسد الحنان الشافعية متفهم سهلين برجاء هو كان يفزي لكونتر بارتي سوى ديزان معانا بور كونتر كاري التسييب متاع التسييب متاع تسييب متاع سدال احنا عندي عندي سؤال دي دي كاساوس المعالج هذا كتبت الكمي وقتش كان اخر عام شهد تصنيع لديسكت عالي لديكاسا لديسكت تجاوب بنتي لا جيوب جيوب لا 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 وانتي عندك الاجابة وانا نحبك تحكي في الميكرو انا مش عامل دي دي كاس اجابة الساوسن وليك انت زاد السين خدر انا اخر ديسكت يعني تصنيع والله كانت تطلع غالة يشاتي 2009 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 انا اتذكرها بالكدي فهمتني معاش لديسكتة ذوكم سي كنت ع asked دي التصوير متع كاسيت كاسيت اللي كن سمعني شكرا لزملائنا في الحافظ ديسكيت كلي تعمل هكا ديسكيت تعمل هكا فاما فازل تتجبد شوية اينا عرفت اللي الوقت تبدل وقت اللي بنتي نحكيه على اليوتيوب وكانت شوف قلت لها كانت عدي وقتا شريت انا كاسيت طيب هيك الجكسة كتش هو كاسيت طيب تشوف مسجلة كانت شوفك الدور فيها بقلب هيا آآ شوفك دترو فيها بكل مال هيا آآ اللي كانوا يقولون الدكتيلو ما انش هبط انستجرام هيا أنا هبط هالكا استغرام اذا كائش الدكا عرصي هبط هالكا اذ آآ هبط هالكا اذا كانت granada شوكرا لزمال اكنا بالديجيتال قلق قلق الاخلات على الكاسيت فقيتش يمشي على يبدا يبدأ البوتوكس لا نعرفش اذا كانش كون لزب يبدأ من ألاني اخلت على البند من شنع بالوقت و ديسكات كانوا رمز من العالم في التسعينات وهي سوبر مع ستوكاج أول مظهر كان في 1967 قولوا برا بي حتلي على ديسكات واللي صنعت أول ديسكات في الدنيا هي شركة سوني لا إي بي أم و من بعد وفما بارشة شركات أخرين تصنع منها سوني شوفنا بلوزيور فورمات بتاع ديسكيت أشهرهم هما لديسكيت 3.5 بوس والفورمات هيدا هو آخر واحد عاش فيهم قاعدة شركة سوني تصنع فيهم حتى 2009 عندي ملاحظة أنه اليوم أنه احنا نحلم بالإدارة الرقمية ونحلم بالإدارة الديجيتال اليوم الإدارات وأنا ذات عيشوا شخصية بعض الإدارات المرسلة متاحة تصير بالفاكس ها مش لمعاتلك فاكس الرولو رأوا الفاكس في بلدين أخرى في الدنيا حطوه في المتحف انقرضوا سيبوه وقالك هاو ذي عاش من منذ 1975 و1995 سيبوه إخرجنا بالإحكاية اليوم فما وزارات واحد من إدارات ها مرة قالي رأوا عنا مشكل بش أنا نشريو الأحبار والأوراق معادش تصنعوا معادش موجودين معادش فام سيبوه وفاكس في أبيليتي المتورك من أول بلان موسيقى 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 وفعم الضغط على جيبينو في نيفو سيدي دي ويتفتيجيه المرسا ويرجع الضغط نيفو الغلي في تيجيه غامارة على الـ R23 والحركة رزينا في شارع 9 أفغير في تيجيه رمبون ببسعدون سينو الحركة تبقى عادية في بقية الولايات نشكرو كل من يتفعل معنا على الغروب فيسبوك يفهم الفوترافيك اللي عندو معلوماتهم الكييس يناجم يكلمنا على 58, 550, 711 انا نرجع لكم بعد نصيف ساعة سيسروحكم في الكييس اشترك سليم على الناس الكتب شوف القضاة في سويسرا لا يفرقوا بين الأسماء وقتها رح يعني ناس اللي خليفة اليوم مهدد بالسجن حديش هو 24 شهر كبر يا فغيش وينكيزيين 36 شهر 28 لا محفوظات هي وهايكا شافت هي قدرت اللي العشر سنين نتعداتهم مزيانين قدرت مش تعطيه كفاء مزيان أمرة أخرى سيد بوريان تزع دقيقة نشوف سلوة مرتفع ويبطي وليس سابب يشكر حلوة بكرة تعمل كيف تفونا كل يوم مثل الجمعة في راف مارك المتينان اللي ما تخترش على البن بداية من الاثنين 14 سبتمبر انطلاق البرمجة الشتوية لإيافام السبعة مطع السباح تبدأ ونهاركم مع رافيق بوشناق وبقية أرمادة الرافماغ البرنامج السباحي الأول في تونس أصل لحكاية تسمعوه للموسم الثاني على التوالي مع زينب كيل عادة موعد الأمن والتفاؤل مع مدام للي وجديد مفاجأة الموسم وجيه الجندوبي متسعون ونص نص نهار برشة ضحك وبرشة بمار على إيافام أحلى غاتيو بداية من الاثنين 14 سبتمبر انطلاق البرمجة الشتوية لإيافام السبعة مطع السباح تبدأ ونهاركم مع رافيق بوشناق وبقية أرمادة الرافماغ البرنامج السباحي الأول في تونس أصل لحكية تسمعوه للموسم الثاني على التوالي مع زينب كيل عادة موعد الأمن والتفاؤل مع مدام للي وجديد مفاجأة الموسم وجيه الجندوبي متسعون ونص نص نهار برشة ضحك وبرشة ضمار على إيافام أحلى غاديو بداية من الاثنين 14 سبتمبر انطلاق البرمجة الشتوية لإيافام السبعة مطع السباح تبدأ ونهاركم مع رافيق بوشناق وبقية أرمادة الرافماغ البرنامج السباحي الأول في تونس أصل لحكية تسمعوه للموسم الثاني على التوالي مع زينب كيل عادة موعد الأمن والتفاؤل مع مدام للي يفام من الخمسة لسبعة مطع عشية مع الثاني بن نور رجعنا فيه راسين كاري ستة غير فهمتكم ماني أتقايق تقريبا عفوا الجروب داليوم عبسة تارع مامو الشيدلي عرفيوي ساوس المعالج الفاميلا الشيحي مع سانلوك فهمتكم مرحبا انت وشيدلي فهمتكم مرحبا 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 والله إلا عفك اليدي بريمان تلقطة ويهي تاعة ايه فهمة ايه سؤال فب اه 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 يفهمة اه 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 على وزن شنوع يفهمة اه 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 يلمعاد معاد هاكي الليل ويلي كواهي الحوم اه 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 النار اسمع اسمع انس وش عاجب لي لي hace طاقة واصدقني مرحبا وقت الي طلبت اناس بلغلكم مات własي وقولنا ووها ومروحة دلوقت فريمان الرافي كالكو يسمع في رسيكري كارس تحياتنا لابقا قاعد يتمطعوا بسوطا ايه جه بالتصب قال لاببيكم الفيضان 거예요 جائفة جاء الفيضانية عب ستارك رجع اليوم الغاسين كغير خاطر ونسى كيف يمشي الغاسين كغير لكن اليوم تذكر قاله زيدة رجع العادة اللي هي يحذر كل يوم عب ستار طبق يعني من سبيساليتي سوى سكرى سوى سالى طالنا نطلب منه يعمل مرة أغردو من الزوز مكة حلوة ريتحالين العينين أنا سعى نحب نقول لك شكرا عب ستار على خاطر شفت خاولة خالصي في عرس أميمة العياري وقلت لها اسكو عب ستار قاعد يجيب لكم في القوتى كما كان يجيب لنا احنا يخي قتلي لك لذلك فرحت القوتى ذيكا فاسياليتي غاسي تاعي هاد حبلك رب يا عب ستار هاي هاي علش تسمى خط جرينيتش جرينيتش على اسم المكتشف متع الخط لا على اسم المكان على اسم المكان هي المدينة مدينة جرينيتش مدينة جرينيتش في في لندن هاي يتسمى زادة خط الطول الأول وهو خط افتراضي يقسم الكل الأرضية لزوز أقسام واحد شرقي وواحد غربي توقيت جرينيتش هو مقياس زمني ياخدوا فيه بعين الاعتبار حشتين دوران الأرض حول نفسها في نهار واحد ويعتمدوا للقياس على خط الطول اللي مر في بلدة جرينيتش في بريتانيا واللي اعتمدوه نقطة مرجعية للتوقيت وصار القرار بتاع انه يكون خط جرينيتش هو نقطة مرجعية بتاع التوقيت صار فيه وانعام وقتش اعتمدوه كخط زيرو يقولك باريس توا جرينيتش بلس دو تونس جرينيتش بلس دو حرب العالمية الأولى واشنطن الف وثمانية واربعة وثمانين كانوا خمسة وعشرين بلاد هما اللي يوافقوا على الاختيار هذا يعتبروا هو المقياس الزمني عنده نقطة الصفر ذكروا يعني البلدان اللي يجيوا على شرق خط جرينيتش كل يتحسبوا على أنه بلوس واللي على خط غرب يتحسبوا هما موة مش يسموها هذيك في الجغرافي خطوط طبوغرافية تذكرها؟ كل خطوط طبوغرافية يبيرا عيد ميلاد أستاذتنا مادام جموج كل عام هي بخير ان شاء الله رب يفضلها لعائلتنا آوي آوي يلا يحبوها قلت لمذتها حبوها تلمذتها اللي يولي كل يحبوها بلروح بالدم نفديك يا غريق هو الشعال يرفعوه وقت هنا هي انتفاضة هاي يا غريق انتفاضة رفعو الشعار مش في تونس الروح والدم نفديك يا غريق مش في تونس مش في تونس مش في تونس في تونس انتفاضة سنت في غريق شو غريق باش تذكرك بالفايضانات بالفايضانات وين 69 69 لا بعد في عهد بورقيبة لا مش بورقيبة مش بورقيبة بعد في عهد الزينة دمارا في تاريخ تونس اللي شهدتها مناطق الوسط وخاصة سيدي بوزيد اديت لتسجيل 60 حالة وفاة على الأقل ونفوق 7800 رأس غنم في سيدي بوزيد تقدرت قيمة الخسائر وقتها بـ 90 مليون دينار بعد تضرر 58% من المساحات الزراعية ودمار 14 ألف مسكن اديت فيضانات سيدي بوزيد الانتفاضة الشعبية احتجوا فيها المتظاهرين على اللي يعتبروه تخاضل السلطة في نشدتهم وكانوا يزاد يعتبروا أنه فما تعتيم إعلامي رفعوا المتظاهرين شعار بالروح بالدم نفديك يا غريق لليوم فما نشتين ما زالوا يحتفلوا بالانتفاضة هذه اللي تتعرف بسن انتفاضة الفيضان ومن وقتها التوى من التسعين التوى شنوى اللي سعادة وشنوى الإضافة وشنوى الانفستسمان اللي سعادة شهدت برشة فيضانات وحتى في الستينات شهدت برشة فيضانات شهدت برشة فيضانات ايه ايه اما فما حاجة أنه احنا نحكيو على الجانب الاقتصادي وترى مثلا أنه في الانترابروناريا يقول لك عليش ما تمشيش تستثمر في مناطق ذا والسؤال وانت شنو عملت للمناطق ذا سؤال منطقي وانت تمشي في اي وزارة في اي معنتها وانت شنو عملت يقول لك ماذا بينا راهوا لا مركزية ماذا بينا عندك مشروع ولا عندك فكرة ماذا بينا على مركزية لا مركزية لا مركزية لا مركزية لا مركزية لا موسمية بالطبيعة اما اغلبهم شنو معنا يحكي لك شنو الموجود والميزيريا ماذا بينا اليوم لا مركزية يجب ان نخلطوا على الناس قطع واذا ايش عملوا الفرنسيز اول ما جاء شبكت الحديثية موجود دجا تعملوا تبايز شما لوليني ثم عملوا لانتلاء طرق مهمة الطريقة القمح طريقة القمح طريقة مشروع المشكلة أنه مثلاً اللي نعرفه على الأقل ما زائش زدنا مبعديش لولا نقصنا لاتوراي اللي كان من السوسة للقروان نهارت اللي عملنا صد العبادة عملت صد العالم عادوا مع أثار كمنا نقلوها إحنا طريق معنا سكة حديدية لاتوراي بين القروان نقص إنتي تبدأ ماشي النفزة وتشوفك القنترة العظيمة بتاع التران تقعد مبهور عملوا قنترة كي مكيكة فهمني بتاع التران شفتها فوق القنترة حاجة غريبة يس شكراً شيدلي على التدخل بتاعك شكراً لناس كلي هما يسمعوا فينا طوى واللي بجغليهم معالمي تيوت وبعض الأخبار حمزة بغير بيقدم يفهم سبور نرجعو لكم في صغيرتنا الثانية ما تبعدوش إيافام ميتيو عسلمة ومرحبا بكم على موجات إيافام اليوم الأربعة 23 سبتمبر 2020 وهذي أحويل الطقس درجة الحرارة تساجل إرتفاع